بأول حاجة حنتكلم عنها وتسع بطولات للنادي الأهلي النادي الأهلي من بداية الموسم كان برضو تواصلت مع الكابتن خليط العودي عشان دايما تبقى المعلومة مؤكدة أو موصوقة ما في المية النادي الأهلي يا كريم يا كابتن إسلام من بداية الموسم في الأربع العاب الجامعية الكبرى لهم كرة القدم، كرة اليد، كرة الطيرة، وكرة السلة الأربع كبار النادي الأهلي حقق تسع بطولات من بداية الموسم وده رقم كبير جدا لو جبنا البطولات هتلاقي كرة القدم إن شاء الله بطولة السوبر بطولة نهاية كاس مصر قدام نادي الزمالك تبقى البطولة العشرة هتبقى البطولة العشرة هذا الموسم وإن شاء الله والبطولة 150 في تاريخ النادي الأهلي بإذن الله كرة القدم النادي الأهلي أخذ كاس السوبر المصري لما كسب مودرن فيوتشر يوم 28 ديسمبر 2023 يا معانا على السي جي كرة اليد رجال النادي الأهلي أخذ في كرة اليد بطولة أفريقيا للأندي أبطال الدوري وكاس السوبر المصري يعني بطلتين من بداية السنة في كرة اليد رجال يوم 7 أكتوبر 2023 ويوم 8 ديسمبر 2023 أخدنا السوبر كاس السوبر المصري كرة الطائرة رجال أخدنا السوبر المصري لسه من يومين هذه قدامنا البطولات تسعة بطولات للنادي الأهلي منذ بداية الموسم في الأربع علعاب الجماعة الكبرى الطائرة رجال أخدنا السوبر المصري أنت خلي بالك اليد كسبت الزمالك في السوبر الطائرة رجال كسبت الزمالك في السوبر الطائرة سيداتك كسبت الزمالك في الصوف النهائي كرة السلة 20 أكتوبر 2023 خدت كاس السوبر المصري كرة السلة رجال 8 ديسمبر خدت دوري المرتبط وبعد كده كرة السلة سيدات أخدت كاس السوبر المصري وبطولة منطقة القاهرة فده إن شاء الله بداية مثالية لموسم النادي الأهلي إن شاء الله إن شاء الله نكملها على خير زي كل سنة كده من السنة اللي فاتت كنا أخذين حوالي 43 بطولة أو 44 بطولة لما كنا عملنا هنا إحصائية العدد البطولات في كل الألعاب نعملها إن شاء الله برضو السنة دي فأنت بس في الأربع ألعاب بس اللي هم الجماعية عامل 9 بطولات فتحصل طبعا لإدارة النادي الأهلي الشغل المبزول وطبعا كل التحية برضو للرحل طبعا العمبي فاروق لأنه كان واحد من أهم الأسلحة اللي كانت موجودة للنادي الأهلي في ملف ألعاب الصلاة